المباراة بداعي التسلل ليتمكن النادي الاهلي من الفوز باللقاء بهدف مقابل لشيء سجلوا وسام أبو علي في الدقيقة الثامنة وتمكن النادي الاهلي من تصدر أو الحفاظ على تصدر جدول المسابقة برصيد 75 نقطة عندنا كلام كتير جدا عن اللعبة وعن الجدل التحكيمي فيها وعن المباراة ومباراة المنتخب الأولمبي بكرة أمام براجواي خلينا نشوف عندنا إيه ونرجح نتكمل مع بعض اشتركوا في القناة نادي الاهلي النهاردة بيواصل انتصاراته ونحو الزحف طبعاً للحصول على بطولة الدوري بيتصدر طبعاً مسابقة الدوري برصيد 75 نقطة بعد الفوز النهاردة على البنك الاهلي بهدف مقابل لشيء لكن خلينا نتفق ان النادي الاهلي هو بطلاً للدوري الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيرامدز المنافس الحقيقي لنادي الاهلي هذا الموسم تمكن النادي الاهلي من الفوز على بيرامدز مباراتين رايح جاي بعد كده طبعاً بيبقى فيه اجتهادات ومحاولات من الاندية ان هي طبعاً عايزة بتحافظ على شكلها على مستواها اللي بتواجه النادي الاهلي بيبقى فيه صعوبة كبيرة لهذه الاندية وهي بتواجه النادي الاهلي بين سواء خبرة لعبية سواء قدراته الى جانب طبعاً الجمهور الكبير اللي بيؤازر النادي الاهلي للحصول على بطولة الدوري الممتاز النهاردة فريق البنك الاهلي بيقدم مباراة بقيادة طريق مصطفى مباراة طبعاً مميزة بهدف طول المباراة النادي الاهلي لم يتمكن من اضافة الهدف الثاني او الثالث امام البنك الاهلي والبنك الاهلي اللي تفوق على النادي الاهلي في مباراة الدوري الاول كان ايضاً بقيادة طريق مصطفى الى ان جاءت الديئة واحد وتسعين عندما احتسب امين عمر ركلة حرة مباشرة لفريق البنك الاهلي اوفر اتلعب عرضية انقض عليها ببراعة كريم بامبو واحتسبها امين عمر هدفاً لفريق البنك الاهلي هدف التعادل لكن تقنية الفيديو بقيادة عمر احمد اش الناوي كان لها رأي اخر وبالتالي تم الغاء الهدف وبعدها بدقيقة او لم تستكمل المباراة اكتر بدقيقة تم الاعلان عن نهاية المباراة بفوز النادي الاهلي على البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء على التليفون معايا سيادة اللواء اشرف مصار رئيس نادي البنك الاهلي سيادة اللواء برحب بيك سيادة اللواء طيب احنا هنا لا هنقول ان الكورة هدف صحيح ولا هنقول ان الكورة طبعاً ان الغاء الهدف صحيح لان في خبراء وفي مسؤولين هنسمع الكلام من كل الاطراف وهم في النهاية هم اللي هيقولوا رأيهم وفي نهاية الامر من الاخر يعني هو كلام هيتألف وسائل الاعلام لن يقدم شيء ولن يؤخر شيء من نتيجة المباراة وبالتالي ممكن اشرف نصار يطلع دلوقتي رئيس النادي البنك الاهلي يقولك احنا تظلمنا ممكن يقولك ما تظلمناش احنا بنحاول نجيبه على التليفون مرة تانية لان طبعاً بيكون خارج من استاد الطاهرة دلوقتي فاحياناً او من ملعب المباراة فاحياناً بيكون السجنل مش مصبوط لكن عموماً النادي الاهلي النهاردة حقق الهدف المنشود اللي بيهدفه من كل مباراة بياخدها من بعد الفوز على بيرامدز وهو انه يكسر اداء بقى كويس اداء مش كويس في النهاية محدش هيذكر الاداء النهاردة كان كويس ولا مش كويس لكن في النهاية النادي الاهلي حصد التلات نقاط حصد التلات نقاط بجهد وتقلق وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني اللي بيواصل انتصاراته ولولا وسام ابو علي والتعاقد معها في يناير الماضي اعتقد ان النادي الاهلي كان هيواجه ازمة كبيرة جدا جدا في المنافسة على بطولة الدورية هذا اللاعب اللي بيسجل النهاردة هدفه الـ 15 في اعتقد مشاركاته الـ 16 مباراة لغاية دلوقتي من ساعة منضم للنادي الاهلي وهو ده الفرق ما بين وسام ابو علي صفقة زي وسام ابو علي وصفقة زي مودست ولما كنا بنطلع ونتكلم ونقولك ان مودست ده مهاجم لا يصلح ان يكون موجود ويقود النادي الاهلي كان البعض بيعد طبعا ينتقد ويقولك انت بتقوله اي كلام وبتهبده ده مهاجم علامي ده جاي من الدوري الالماني ده جاي مشاركة لكن لما انت شفت النهاردة مهاجم مميز المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي انا ازاي هطلع اقولك ده مهاجم هتجهله ما ينفعش هتجهله نهاردة وسام ابو علي وهنا بقى التأثير تأثير اللاعب اللي بييجي بينضم بيطة اقلم وبسرعة بيكون